بتوجيهة من الرئيس الكاميروني بولبيا استقبله رئيس وزراء الكاميرون جوزيف ديون وزير المالية والميزانية طائر حامد انغني الذي نقل رسالة خطية لرئيس المجلس الاسقرية الانتقالي الرئيس الجمهورية الفريق محمد إدريس دابي اتنو إلى نظير الكاميروني بولبيا يتمحور موضوع هذه الرسالة حول الطلب دعم الكاميرون المرشهة جادي البروفيسور علي سليمان دابي لمنصب الأمن العام للمشلس الافريقي والملقاشي للتعليم العالي الأمور باتت مطمئنة لوزير المالية والميزانية طائر حامد انغني ولفظ المرافق له غدا تخرجه من مقابلة رئيس الوزراء الكاميروني بغية انتخاب البروفيسور علي سليمان دابي في شهر مايو المقبل يشار إلى أن هذه المقابلة للوفد الشادي من قبل رئيس الوزراء الكاميروني جوزيف ديون تندرج ضمن زيارات الوفود الشادية لمحتلف الدول الأعضاء في المجلس الافريقي والملقاشي للتعليم العالي بطلب الدعم لمرشه البلاد البروفيسور علي سليمان دابي لمنصب الأمن العام لهذا المجلس الذي تجري الانتخابات لها في شهر مايو المقبل يوندي العاصمة الكاميرونية تستقبل الوزير المالية والميزانية طائر حامد انغني والوفد المرافق لها وفد يتكون من مامادو جانا بوكر أمين الدولة في التعليم العلي والبحث العلمي والابتكار والسيدة سنداء الجيمامالو الأمينة العمى لوزارة الشؤون الخارجية والمدير النايب لمكتب رئيس الوزراء جانسو كسيجيم وكثل بروفيسور علي سليمان دابي مرشه البلاد لمنصب الأمن العام للمشلس الافريقي والملقاشي للتعليم العلي الكامس هذا بالإضافة إلى أعضاء لشنة الفنية لحملة المرشه حيث توجه وزير المالية طائر حامد انغني ولفد المرافق لها إلى تعبئة وزير التعليم العلي الكاميروني البروفيسور جاك فامي لأجل دعم ترشيه البروفيسور علي سليمان دابي لمنصب الأمنة العامة للكامس طائر حامد انغني طلب دعم الكاميرون لأجل إثراء برامج المرشحة الجادي من جانبه المرشح علي سليمان دابي طلب همين سمرايه الكاميرونيين كغيرهم من بلدان فضاء الكامس لجال التعليم العلي والبهث والابتكار لأجل ازدهار إفريقيا اشتركوا في القناة